اعلان الحكومة الجديدة العنوان الفلسطيني العريض الذي تصدر أفكار السياسيين وعامة الشعب بعد تكليف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيلها لتختلف التحليلات وتتزايد التساؤلات حول البنود التي ستحملها هذه الحكومة هذه الحكومة هي حكومة الضرورة إنجاز التعبير لأن الفترة المتاحة ما بين استقالة الدكتور سلام فياض وقبل يومين تحديدا سيدخل البلاد في فراغ دستوري فكان لابد من تكليف رئيس وزراء جديد في الشارع الفلسطيني الذي لا طالما تقلبت أحواله بين اعتصامات مناهضة ومؤيدة للحكومة اختلفت الآراء فهناك من كانت أماله بالحكومة الجديدة كبيرة وهناك من قلل من شأنها وآخر كان متواجدا في الشارع يعترض عليها كنا نتمنى أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية الشغلة أكبر من الأستاذ رامي الشغلة بنا السياسة بنا استراتيجية من السلطة لو راح سلام فياض وأجع وزير غير سلام فياض وأجع إلى آخرة راح يكون لنفس التزوين فيش كلهم متشابهين مع بعض بتأمل من الحكومة الجديدة أنها تكون قوية وتكون وطنية يكون عندها حس وطني وانتماء وطني ومسؤولين عن الشعب الفلسطيني ويفرضوا معادلة جديدة على الحكومة الجديدة بالقوة الحكومة التي حملت صفة الجديدة لن يكون هناك جديدا عليها سوى بعض الوزراء فرئيس الوزراء الجديد ما زال في مرحلة تعارف مع وضع سياسي لم يعايشه من قبل وودية اللقاء ما بينهم لن تحسم إلا بعد عشرة لم يعرف حتى الآن مدىها أصدر القرار الرئاسي وتسلم الحمد لله مهامه بتشكيل الحكومة الجديدة وبين تقييم قدراته تأييد القرار أو معارضته يبقى الشارع الفلسطيني الشاهد والحاكم الوحيد لتلفزيون القدس لما أبو هلال رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي